اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 اشتركوا في القناة 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 وانها الضحي اشتركوا في القناة وانها الضحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس الحقيقة انه رح يقتلنا واحد وردتاني اشتركوا في القناة 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 شو؟ ماشي حل النضال انت وحسان؟ كف طريقك وبلك تريد حكي لا 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 هالنوعية من النضالات بتخليك تنسى اللي كنت تحبه شو عرفك انك تحب؟ ومين قالك بدي انسى يلي كنت حبه؟ احساس احساس؟ ولا معلومات على اساسها والسلطونة لهون اه لا هيك ما فينا نفش معلوماتها لقد مهمة لقد نسألك لقد نتحقى شامنت محمولاتك لقد نسألك أقول ما عزيم لا يا رئيس لماذا فتها حتى اذ لم تحصل حتى انت بتحصل شو جاي تعمل عندي الزلي كنت جاي خبرك انه تمسير نقصة مثال صاروا تماني كنت خايفة حالي كونو الدحية التاني بعد مرتي وليت نزل فرضك تنفن شو عم بصير كنت جاي لاني خايف يعني فهموني خايف هلأ بدك تقول شو علاقتك بشوق شهين وقال لي رح خليك تلحق مرتك ولك يا وليد شو شوق شهينها بيلي ما قول يتواطق مع واحد معطر متى السليم ما حدا معطر فينا وخاصة ان هيدا الانسان هرام عليك تظنني لتاني مرة جايل عند القاضي وحامل هادي السكين دخلك مش هادي السكين اللي انقتلت فيها مرتك ام قل لي شو اللي بأكدنا انه مش انت اللي قتلها الله يسامحك ولي اعترف انك قتلته وإلا وليت لازل فردك ما في سبب سليم يقتل مرضه بعدها ما فيك تتاهم انسان بدون أدلة بس إلحق مرتك راح تعرف اني بريك بس صدقني من اللي زالين منك لأنك عم تتهمني قل سليم قل 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 قبلنا شو عم يصير معك قل 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 قبل عم يكتاؤ dependsوا موسيقى أعرف أن كل يلي شفته تهيقات لأني عمفكر بعبلة وعمفكر بجمال الست اللي تهمونا بموتها لما انتوفت عبلة نقصت مثيل صاره ثماني خايف كون الضحية الثانية بعد مرتي إذا نقصت مثيل خلينا نروح نتأكد إذا الكلاب بعضهم موجودين بدكم تتأكدوا؟ تفضل بس حط برأسك شغل يا حضرة الرئيس إذا فعلا حضن قص منها مراح تتهم غير سليم موسيقى بكل الحالات أنا المتحم الوحيد بينكم كلنا هاو نشروع قادل أو قتيل تفضلوا لحظة رئيس موسيقى 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 حدا صار له شيء؟ شو بيكون وقفين ما حدا عم يحكي فيكن؟ ماشي ماشي مافشي جين الطمز الكيل موجودين غازي وين؟ غازي؟ غازي أكيد بيقوته بيكون نايم بسا عم تطمنوا ولا في شي تاني؟ سليم بقولوا انه تمسيه لنقصه تمثال وانت بتعرف شو معناته الشي ما عم بيرد موسيقى طول ما انا عايش ما رح خليكم تحتجوشي هيدا اقلشي فيني اعملوا معكم ما بدنا الله سلامتك جنرال تشريفك لعنم يكفي المرحم ما ترك لنا الله الناس الطيبية أفضلك بشين هيك لازم تعتبروني مثل المرحم موسيقى 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 ميريا انتبه لأحالك وانتبه لأمك المرحم يستاهلون بك عليه الله يرحمه بالإذن إذنك معك تعرفنا الله معك موسيقى ما بعرف يا سلمان ليه عم فكر بميريا عم كل الوقت صحيح هي صغيري وأصغر مني بكتير بس من وقت ملتقد فيها ما بدرشي له من راسي أبدا بالمصاري جنرال بالمصاري كل شي بينحل بيا ما قدرت يشتري بالميل كان يعرف أخطائي والطرق بيسلكت على قامة سروتي فضلي بقى شريف وفقير بقى تقد هيك ربا بنته صعبة أغرية بالميل صدقني جنرال كله بينشاره بالميل حتى الشرف تذكر كم واحد ما بينشاره واشترينيهم بالمصاري قدنا السعر شوي صغط القناع وصغط معه الشرف كل عمري اعتدي عحقوق الناس وهم اني عم دافع عحقوقهم خربت بيوت واستوليت على أملاك وأرزاق محدث ترجع يعسبني لا القانون ولا المجتمع ولا العدالة كانوا كلهم يهنوني على زكاي معرفتي وكل ما كانت زيد سروتي كانت قيمتي عند الناس تقبارها هلا في حدا جرع عليه بالقانون قانون شخص مجهول يحاكمني ويدينني بجارينتي اشتركوا في القناة قائمة غازي يا له موديل يا له سمح الله مبارش طيب ما بالحالتين خلينا نفتح البيب ونفتح ونشوف شو فيه مار في حدا غازي غازي مايوه وين معقولي روح بيكون بالسلون عبيش ربشي كاس اوو فواتونة طالع ابين الكاس غريب، لأيشو انت بتشيره من ايداك ولكليك شو بيلك فاضي انت ويهو نحنا بيرنا نشوف غازي وين راح هدا ينزل مايعد سلون لشوف وينو كلا نسني ماشي رح يمشي عطريدك مع الجامعة تلميزة جيونونا لازم اتبع خطة استراتيجية تتعرف ايمتي عندها ابعت الهديف أخمي انه تكون هيك غير شكل الهديف أخمي يمكن تخليه نشكوا بالسبب وبالتالي يصيروا يخافوا مني جنرال مش اتفقنا انه المصاري هي الحل هاو دي ناس بسطة إذا بدك تصلهم بدك تصلهم باتباع شوف يا سلمان الطريق اللي بتخليك تستولي على قلب انت متل ميريام أوقات بتكون أصعب كتير من الطريق بتخليك تستولي على قلب نجمة كبيرة جنرال كاني شايفك مرتاح أكثر من أي يومتين ماريا رحت عملت الزيارة وشوفت ميريام مرأت له الرسالة انا حابة تكون مسؤول عنهم تشفت أي اعتراف عفون بس عندي سؤال يا ريت جيوب نعني بصراحة انه كوني مدير عمالك أمين سرك ومرسيلك لنصص من هالبلد شو بدك تسأل حضرتك بقيت لهالعمر بدون زواج نيوي تكفي الباقي من حياتك مع البنت مش هلاد أنا لتسجي جنرال لأن حضرتك ولا يمكن تهتم بمرأة الاهتمام إلا إذا كان مضاك صاحبة موسيقى ترجمة e- Steve وين ممكن يكون راح بهاللال وكيف ضعر من قطوه محدا حاسف الك لازم نطلعا مدور علاه كدحتكم مش كان لازم يخبرنا قبل ما يظهر من هون؟ ايه مظبوط بس بل كما طلع بإرادته من القصر معقول يكون حدا خطفه لا، لو حدا خطفه كدنا حسينة مش معقول ما يكون قوى لاش نحنا كنا انتبهنا انه مش موجود لو ما نقصل اتمثيل ولكمان بتديروه وحلا بيرجع موسيقى موسيقى بما انه كلنا صار معنا خبر انه فيه تمثالين مفقدوا وطي ما يظل حدا منا يشك بالتاني انا مضطر اطلع على الغرف وفتشهم والقوضة اللي بلاقي فيها تمثال بكون صاحبه هو المتواطئ مع شوقي شهيد هيدا التمثال اللي قيتو بيد عبله موسيقى 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 هيدا بيدل انه مفي حدا غير سليم ورا كل اللي عم بيصير معنا وليد يا استاس وليد حل عني بقى حيشي حاططتني براسك انت وغيرك بعدين اذا فكرك خيف من السليح اللي معك بتكون غلطان انا ما بحاجة لسليحي لك كسر لك راسك يا عم قريب كسر لك راس اذا فكي سليم سليم والي اطرق وليد اطرق عم شمك يا صلوة معنى تاكل يوم رح يختفي واحد غيره انا من الاول كنت شاكك بتصرفات سليم هو يلي بلغ عن التمثال هو يلي يرجع لقيم الزلمة عم يتصرف بعفوية شايف التمثال بايد مرته جابه واجه لهان اصدك انه الزلمة عبينفز طلبات معلمه مش هيك؟ انا من الاول كنت حاسس انه سليم هو يلي قتل مرته لا مش سليم يلي قتل مرته شو يعني اذا ما ريشع الجنرال رحكون انا بنظركم للقاتل مش هيك؟ شو بتكبرني؟ ما زاني هناه؟ شو بتكبرني؟ اشتركوا في القناة 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 خلصنا فادي مش وقته هيدا الحكي هلأ اشتركوا في القناة سليم؟ بشو عم تفكر؟ من وقت ما اخدنا القرار فكرة بيخدني وفكرة بيجيبني خلص القرار تاخد واللي صار صار فكر شوي بنستقبلنا ومستقبل ولادنا مستقبل ولادنا؟ يمكن هدا السبب الوحيد اللي خلاني يكمل هالجريمة ما تقول جريمة سليم الجريمة انه نترك مره تتعذب ونتعذب نحنا معه مين نحنا لحد نتحمل مسؤولية موتها؟ نحنا احسن من الحكمة اللي عم بعالجوها وارحم هني عم بتقولولا عمرا تي ينهبولا مصرياتا ونحنا عم نقصر بحياتا كمان لننهب مصرياتا شو بحب الليمونادة من ايدك يا سليم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن من حولات الأشخاص ونحن من حياة النار تسعة عبيد صغار سهروا تاني مهار كان الفرد غدار وصاروا تماني صغار تماني العبيد صغار حبل العمر لو دار رح ينقصوا الأعمار ويبقوا سبع صغار سبع عبيد صغار قالوا بطلق نار وسعلها لقو الدار بقيوا ست صغار ست عبيد صغار غصن العزم دزرار شدوها بالبحار بقيوا خمس صغار بقيوا خمس صغار خمس عبيد صغار وقع الأغرع الدار يوقع حدب مهوار ويبقوا أربع صغار أربع عبيد صغار أربع عبيد صغار سروا خبر الإخبار لم من طحيم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا